مهم الاخوات كين واحد الموضوع برك حبيت برك النبه ليه نبه ليه لا سيما من الاخوات اللي ما علي بالهمش بالعمل تاع هذا الناس هذا الاباليس هذا شفت منذ مدة تحدثوا كان هذا المرتزق هذا المدعوب بن سديرل اللي مره موجود في بريطانيا كان تكلم على واحد وكان هذا الشخص هذا تكلموا عليه في التلفزة الرسمية في التلفزة الرسمية وقالوا باللي رأيها المهم جهات ورام حكمه واحد محتال ويستخدم في اسماء شخصيات وكذا وكذا المدة الاخيرة اعتقد عندها يومين ولا ثلاث ايام مره على مره هكذا نشوف بعض المقاطح هكذا فلقيتوه عاود تكلم على السيد هذا الضرب معه الهاتف والمهم وهو الهدف هو ضرب الوزير ضرب الوزير وذلك نجيل المسألة هذين نشرحها لكم باش باش تاخذوا الحذرنة هذا هو باق بين بلي واحد عميل عميل ومرتزق وراه يشتغل يشتغل مع ناس فلما جابوا هذا الشخص هذا فانا راني نتكلم مش نتكلم على ماهيش قاضية نتعى شخصانه او نتكلمنا على هذي الشخص هذا لانه يعني لي ما يعني لي شيء والله ما يعني لي والو لكن انا راني نتكلم على هذا الخداع وعلى هذا النصب وعلى هذا الاحتيال اللي راها رايحة تكون ضحيته بلاد خطر هذا الصيد هذا ما عندوش على وش يحجم هذا انسان مرتزق ما عندوش على وش يحجم المهم يبدو انه هذا الشخص هذا اللي قالوا عليه باللي راه هو محتل وقالوا عليه باللي نصاب يبدو انه واحد من اللي زاجه اللي راهم يخدموا به خطر هذا العميل هذا المرتزق عندوه مجموعة عندو شبكة راح تشتغل معاه كاينين اللي راهم صحوفيين يشتغلوا معاه وراهو اذكر بعضهم في وقت من الأوقات هذا كل مدعو كريم مولاي وكاينين ناس راهم يخدموا الداخل في البلاد منهم صحوفيين من الكتاب من الشعارة من رجال تاع الامن في سلك انتاع القضاء شبكة انتاع الناس راهم يشتغلوا في هذا الاطار وكاينين هما علاش جبدوا الوزير هذا وعلاش جبدوا التلفزة باش نفهمكم هذا هو الموضوع اللي حبيت نحدثكم فيه علاش هما جبدوا هذا التلفزة وجبدوا الوزير وجبدوا ناس اخرين علاش لانه في وقت انتاع القيد صالح قم تعرفوا باللي صار فيه سراع بين قيادة الاركان والجهاز تاع المخابرات وانا نقول ونعود نكرر في كل موقع ما عندي حتى مشكلة انا شخصية مع هذو الناس اللي راهم هما في السلطة ما كان حتى حاجة شخصية ولا انا ننتقد في الناس اللي راهم هما يخدمون البلاد هذو راهم فوق راسي البارح واليوم وغدوة ما عندي حتى مشكلة ولا عندي مشكلة مثل ما راهم بعض الناس هكذا اللي يحطين رواهم في المعارضة في المعارضة معا الجهزة المخابرات ما عنديش هنا مشكلة من هذك النوع مشكلتي هي مع الدمويين مشكلتي هي مع الناس الفسدة والمجرمين والناس اللي راهم هما يستغلوا في خيرات انتع شعب وشعب فقير شعب زوالي هذا هو المشكلة انتعي درك هذا على شو ما استهدفوا هذا المسألة لانه كما اكتم قلكم أنا في قيادة الاركان صرافيه السراع وحسيمة بالقوة فيما بعد تمت تنحية العاديدين من مؤسسات مختلفة وتمت ابعاد تم ابعاد كثير من الناس فهما باش يعودوا يسترجعوا هذوك المواقع اللي راحوا لهم يستخدموا في بعض المرتزقة ومنهم هذو المرتزق اللي راهوا موجود في لندن والله في شجاه واحد اخرى والله في بيرمينغ هام والله ها وعندهم ناس عندهم شبكات وهم يخدموا بهم وهم لا يستهدفوا تدخلك انت في رأسك تدخلك انت في رأسك انه مواطن عايش في الخارج تتعايت انت بتليفون عندك النيميرو تليفون او على بالهم يا فيش او هذه اجهزة يا فيش عندهم باللي راك انت عايش من الخارج تدخلك انت في رأسك باللي انت واحد يفوت على الاستندار ويلحق للوزير ويباطيني به ويكلم فيه على اساس انه وراه قائد الامن العسكري تدخلك انت في دماغك وواحد ما يفق بها هو معله هما هذا هو الشي اللي يحوسوا عليه حابوا يقولوا باللي رأيها خلات يلا عاودوا ورجعوا هذوك الناس ويوليوا كل شي مر عليهم هما هذا هو الشي اللي يحوسوا عليه فهما هذا واحد يكون خدام معهم هما بعثوه على جلبه يحطوا هذا الوزير يديروا الانشونتاش كيما كان وراء الوزير هذك انت على التجارة نفس الشي نفس الخدمة على جال باش هما يعاودوا يتلمطوا على الصحف ويعاودوا يتلمطوا على القنوات هذي اللي تسمي روحا خاصة والعامة كلها تولي نفس المكتب اللي كان من قبل المكتب بتاع بنا عاكنه اللي كان من قبل هذا هو الهدف هدف تاهم بانك هو تسيد كيفا محتل هذا راه هو محتل نقوله محتل محتل يجيه هدرلك انت مع ابن صديران والسيد راه هو مبحوث عليها لو كان ما جاش عنده الامان ما يتحركش ما يبوجيش وهو معلج باش يورطوا هذوك الصحفيين هذوك الصحفيات يورطوهم ويورطوا الوزير باش من بعد قال صوات تخضع الأمر الواقع ولا دقاش برا هذا هو ويعالجوا فيها على اليوتيوب وعلى الفيسبوك هذا واحد باين باللي يراه مرتزق هذا إبليس واحد من الأباليسة اللي يراه يخضم لها مراه باين وكان الإنسان اللي يراه عنده ناس يرام يخضمونمه كل واحد حتى اذا كان من العيلانتي حتى اذا كان من العيلانتاي كل الناس اللي يراهم يتعاونوا معه كلهم يخضموا مع الأجهزة كلهم بدون استثناء سواء المزارع والله كتاب والله صحفيين والله شعراء والله من هذه الناس اللي يراهم هما يعاونوا فيهم كلهم خدمين معه هذه حبيت باش نوضح لكم هذه المسألة باش تعرفوا هذا الشخص والعمل اللي يراه يقوم به إذن هذا الوزير داروا له عملية شونتاج ما نعرفه والله الاسم انتعه وما نعرفه هذه الحكومة بلاك لا نعرف منهم زوج ولا ثلاثة هذا رزق وهذا وش اسمه هذا رئيس الحكومة وش يقول له ايمن بن عبد الرحمن بلاك زوج ولا ثلاثة والله لا نعرف الاسماء انتعهم ما عندي حتى علاقة بهذا الوزير تاع الاتصال ولا لكن هذا الشي اللي حبيت نقول لكم هذه الشبكة راها تشتغل من طرف هذا الجناح الدموي اللي هو حبي يركع الجزائر يركع الجزائر ويصيروا هما يتحكموا في الرقاب وهم اللي يحبوا يطلعوه يطلعوه واللي يحبوا يهبطوه يهبطوه هذه باش تكون الامور عندكم مواضحة ترجمة نانسي قنقر